المنتخب فرنسا بالمناسبة محمود وشهب فيه سورة النهاردة تنقلها كثير من أسائل العلامة المغربية والعربية وليد ركراكي وهو بين الشوتين في الممر بيدي تعليمات للعبي المنتخب المغربي الأولمبي وفيه انتقادات وهجوم على وليد ركراكي كبير أول فترة دي هل ده كان طبيعي بمنطقة أنه يحمس اللعيبة ويقف معهم بلده مش المفروض يحسن طبعا أنا بشوف وليد ركراكي لها كامل الحرية رجل واخد رابع كاس علم مع منتخب المغرب ولكن الإدارة الفنية لأي منتخب حتى لو منتخب تحت 12 سنة وليد ركراكي لا يتدخل تماما دي اسمها تدخل مصالح أو أنت يعني أنا قاس مش قاس هي فيها قلة احترام للمدير الفني اللي موجود مع منتخب المغرب أنت رجل واصل سيمي فاينال كسبان كنت أسبانيا واحد سيف شوت لأولاني ملهاش أي لازم تواجدك كداعم أنا بشوف فيه أنه كويس جديد لو كابتال حسام حسن كان موجود ما كانش اطراحة من كابتال حسام حسن من الانتخابات طبعا ما كانت الناس كلها إيطلك هو ليه رايح أو ليه داخل في الحاجات دي فأنا شايف بصراحة أن وليد ركراكي ليس له الحق في دي في حاجة معنا بقى عايز أخد بس رايش هابور جعلك في الجزية دي يمكن ركراكي كان ليه تأثير في وجود مدرب المغرب الحالي فيمكن دي النقطة اللي ممكن تكون حاول أنه هو يدي رأيه الفني للمدرب أو يحاول أنه هو يعطي النظرة العامة ليه في أداء منتخب المغرب في الشوط الأول على قد ما جبناها يلواف مع اللعيب هو بيتكلم معهم يعني يمكن التقرير المغربية حتى اللي طلعب بعد تغيير الجهاز الفني للمتخب الأولمبي المغربي كان الكلام أن المدرب السابق للمتخب الأولمبي المغربي ما كانش عايز يلعب بنفس الشكل الفني اللي بيلعب به وليد ركراك فتم تغيير الجهاز الفني مع وجود الجهاز الحالي عشان الرجل ينفذ الشكل الفني يبلعب به المنتخب الأول دي ممكن ما تدروش الحق أنه هو يدخل فنيا في المباراة لكن في الآخر كل التحاد بيبقى ليه اختلافات في الأراء احنا عندنا هنا ممكن ما نقبلش المباراة هم بالنسبة له ممكن تكون عادي ممكن عادي